موسيقى يبدو أن عصر هدوء واستقرار الأرض انتهى وبدأت موجة الزلازل الناشطة والتي لن تنتهي في المستقبل القريب فبعد زلزال تركيا وسوريا وصلت موجة الزلازل لعدد من البلاد في الشرق الأوسط مثل الأردن وليبيا وسلطنة عمان وإيران خاصة أن المنطقة العربية تقع في عدة أحزمة زلزالية وصدوع كبيرة منها الأخدود الإفريقي وصدوع الأناظول وصدوع البحر الأحمر فمتى ستتوقف الهزات الأرضية في منطقتنا العربية؟ بعد عدد من الزلازل التي ضربت البلاد العربية ودول الشرق الأوسط أكد الخبير الجيولوجي أحمد الملاعب أننا سنواجه عاصفة جديدة من الزلازل بعد وقوع زلزالين في تركيا أحدهما بقوة 6.4 درجات على مقياس ريختار والآخر قبل أسبوعين بقوة 7.8 درجات وأضف لوسائل إعلام مصرية أن هذه العاصفة تؤكد أن الصفيحة الأناظولية والصفيحة العربية تحاولان أن تستقرها وهذه الزلازل مؤشر على أن المنطقة لن تهدأ من هنا إلى 9 شهور وربما سنة حسب تكرار الزلزال في المناطق النشطة زلزاليا كما أضاف أن الزلزال الذي ضربها طاي اتجه جنوبا باتجاه أنطاكيا وهي منطقة مليئة بالفوالق العميقة التي يمكن أن تصل لعمق لأكثر من 10 كيلومترات أو ربما 50 كيلومترا وقد تسبب بؤرا زلزالية بسبب الطاقة الكامنة التي لم تتفرغ بعد رغم حدوث 6000 هزة ارتدادية منذ 6 فبراير لكنه أوضح أن تفريغ الطاقة رغم الخسائر أمر إيجابي وحتى الآن توجد 20 هزة ارتدادية مسجلة لزلزال الاثنين الماضي مما يساعد على تفريغ هذه الطاقة الحبيسة في القشرة الأرضية وأضاف أن مخاطر الزلزال والهزات الأرضية وإن تبدو اليوم وطأتها ضعيفة وبالكاد يشعر بها السكان في البلدان العربية إلا أنها تبقى مخاطر متحركة ومباغتة ولا يمكن التنبؤ الضقيق بها وتستدعي رفع الحيطة مستقبلا ووفق دراسات أجرها المعهد الجيولوجي البريطاني وهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية تشهد منطقتنا العربية تطورا مقلقا للنشاط الزلزالية وذلك خلال العشر سنوات الأخيرة وسجلتها دول كثيرة خاصة على مستوى شعور السكان بزيادة وطيرة الهزات الارتدادية وبحسب الدراسات فإنما يقرب من 30 مليون شخص من سكان المنطقة العربية أي ما يعادل خمس سكان العرب في منطقتين الشرق الأوسط وشمال إفريقيا معرضون لمخاطر زيادة احتمالات حدوث زلازل مدمرة في المستقبل وكان المعهد الجيولوجي البريطاني وكذلك هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية قد أكدوا أن هناك ثلاثة أحزمة تقع فيها معظم الزلازل أبرزها منطقة تسمى الحزام الناري أو حلقة النار على حفة المحيط الهادئ وتحدث فيها أكثر من 80% من الزلازل وذلك نتيجة للحركة التكتونية المستمرة للصفائح في هذه المنطقة وبإطلالة سريعة على أحزمة الزلازل يتضح أن منطقتنا العربية ليست بعيدة عن هذه الأحزمة المخيفة بل تمر من خلالها ومنها حزام التلاقي بين أوروبا وإفريقيا وهو حزام يعبر شرق البحر الأبيض المتوسط بدأ من سواحل تركيا وبلاد الشام مرورا بمصر ودول المغرب العربية وحزام الأخدود الإفريقي الشرقي يمتد من سوريا ولبنان وفلسطين والأردن وسلسل جبال غرب البحر الأحمر حتى إثيوبيا والكنغو والحزام الأسيوي الأوروبي وهو حزام يمتد بين جبال الهاملايا والألب مرًا بباكستان وإيران والعراق وجمهوريات الكومنويلث الأسيوية حتى يصل إلى أوروبا فيما شعر بالزلزال القوي الذي تلته هزة ثانية بقوة خمس درجات فاصل ثمانية سكان سوريا ولبنان ومصر وبعد مناطق العراق وبعد حديث الخبراء والعلماء حول تعرض المنطقة لهزة أخرى وبعد حديث الخبراء والعلماء حول تعرض المنطقة لهزة أخرى على البلاد العربية أن ترفع درجة الطوارئ تستعد مستقبلاً لوقوع هزة أرضية لتفادي أقل عدد من الضحايا والخسائر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر